في حاجات بسيطة ممكن تحمينها من شر السحر والحسن زي سورة الفتحة وقاية الكرسي وسورة البقرة والمعوزتين وكل ده ورد فيه آيات وأحاديث نرجعها إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى سيدنا وسيد الخضري رقى بعض الصحابة الراجل في السفر بالفاتحة فقال حضرة النبي وما أدرك فيه أنها رقية رقية عن الدعاء مش رقية عن صنع حد عروحي يستخدمها عشان لا أنا أستطيع أن أنا أدوى هذا الدعاء أستطيع أن أنا أجعل القرآن حصنا لي أجعل القرآن سبب من أسباب تحصيني أنا أقول لكم أنتوا عايزين تجعلوا ذكر الله اللي ربنا قال ولا ذكر الله أكبر تجعلوا الشيطان أكبر من ذكر الله أكيد إحنا مش عايزين نعمل كده فسيا فين قلوب الصدقة اللي هتقرأ الآية فتصرف ده ولذلك أنا بقول لك خليك قوي خليك صاحب منعة أنا شايف واحد يجي يقول لي هو الشيطان بيتمكن من الإنسان الطعيف بيتمكن من الإنسان اللي فاقد المناعة النورانية المناعة اللي في قلبك المناعة اللي هي لو موجودة كل ده مش هيأثر فيك تعالوا نستمر في ده تعالوا نشوف هنعمل إيه عشان نواجه ده هقول لك على شوية أمور مهمة جدا جدا ده هو إيه اللي حصل بقى في تدين المصريين في السياق ده اللي حصل في تدين المصريين في السياق ده حاجة مهمة قوي قوي إيه هو؟ أنا شايف أني بدأنا يحصل لنا هشاشة نفسية بقينا فينا ضعف نفسي كنا زمان عندنا قوة شخصية آه قوة شخصية للمصريين قوة شخصية لكل الناس الناس بقى عندهم من أقل حاجة بيتوجعوا من أقل حاجة بيحصل لهم تعب وعشان كده احنا لازم نفوق للنفسنا لازم نعالك الهشاشة النفسية أنا عايز أقول لكم إن البناء أدمين اللي بيعرفوا يعني إيه معاية ربنا مش بيلتفتوا لأي حاجة من الحاجات اللي احنا بنكلم عنها دي احنا عايزين نرجع تاني عندنا هذه الصلابة النفسية أنا بشوف حاجات ولابد أقول لها لكم بيحصل الكلام عند السحر امتى؟ في خمس مواطن الصدمة والمخاوف لما بتزيد ولما الإنسان يحس إنه هو وحيد ولما الإنسان بيحس إن أماله بتضيع منه ولما الإنسان بيحس كمان إنه هو مش هيقدر مش هيقدر يتجاوز حد حاول يهينه أو ينال منه دي الخمس حاجات اللي بتحصل للإنسان لما بتحصل للإنسان فييجي بتدي يفكر في الجن ويفكر في السحر أنا بقول لكم إن الخمس مواطن دولة ربنا جايبهم عشان البناء آدم يطلع أحسن ما فيه ويرى مدد الله ويرى معية الله إذا كنتوا مع الله والله سبحانه وتعالى يكتب على حضرته فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين إزاي أنا أخاف أليس الله بكاف عبده فالزايك تعالوا عشان بدل ما نقعد نتكلم في السحر كتير والناس تقعد تألف قصص وتقول لي أنا شفت أنا شفت الأزة أنا شفت الصور أنا شفت أنا شفت الحشرات أنا شفت كذا صحيح الحاجات دي حقيقية بس وبعدين في ربنا والحاجات دي مش معنى إن حقيقية إن كل دوت من أثر السحر أنا قلت إن حصل تحالف ما بين الشيطان وبين النفس الأمر بالسوق عشان تكبر الحاجات دي فييجي واحد شاطر صياد عارف يتلاعب بالنفس الأمر بالسوق فيحكي لك حكاية نصها عندك ونصها في الخيال فتبدأ أنت تعيش في هذا الخيال يا سادة إحنا هايزين بقى نعالج هذه الأثار أول حاجة لابد أن نواظب على الذكر لابد أن يكون لي ورد يومي هذا الورد اليومي يحفظني من كل هذا الشر الإنسان اللي ما عندهمش أوراد كتير أبداً بيتعرضوا للهشاشة النفسية فلابد أن يكون عندنا ورد ورد يومي من الأذكار يكون عندي أشياء بتعلق بيها بالله سبحانه وتعالى ولابد أن احنا كمان يكون عندنا أساس لما يحصل لنا فزع يحصل لنا خضة نفزع إلى الصلاة نروح نصلي نصلي حتى ركعتين من غير ما تكون ركعتين دولة من الرواتي نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى نروح ونلوذ بمدد الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني والمهم الأمر الثالث والمهم يبقى أول حاجة لازم طول الوقت يكون عندنا أوراد تاني حاجة نفزع إلى الصلاة تالت حاجة اهتموا بإنتم تعملوا توكيد لزواتكم بصوا على الحاجات الحلوة اللي فيكم والنعم وحاولوا تستثمروها حاولوا تشوفوا ربنا وجمال ربنا ومدد ربنا فيكم وما تسيبوش المدد ده أبدا وعيشوا به لأن الإنسان اللي بيعيش في المدد ما بيبقاش ما بيبقاش حسس بأنه ضعيف قدام كيد الشيطان ثلاث حاجات لو أني احنا عشناهم وهي أني يكون عندي ورد وأني كمان أفزع للصلاة ما أي حاجة تضرني تلحق بي تحصل لي ثلاث حاجة وده مهم جدا جدا إن أنا أؤكد ذاتي قيمة المرء بما يحسنه لو حد تأخر جوازه لكنه فيه نعمة نعمة الزكاء نعمة النجاح نعمة الفتح هذه النعمة تخليها تعلق بالله ولما يهدأ باله ولما يسكن نعم ربنا هتفتح عليه إحنا محتاجين نكون بهذا الشكل شكل شخص عنده مناعة نورانية متماسك ما بيتخضش ما بيترعبش لأنه معه مولاه أليس الله بكاف عبده ده الإنسان اللي هيحط الحاجات في نصابها ومش هيبالغ في ده